السلام عليكم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم هو 21 مارس هذا اليوم يعتبر هو اليوم العالمي للاحتفال بعيد الأم عيد الأم هو عيد يحتفى به في الأمم المتحدة تم تشريعه تقريبا منذ حوالي 100 سنة قبل 1908 لم يكن هناك عيد يسمى بعيد الأم وإنما الذي وقع وحد المرأة أمريكية كانت عاقة لأمها كانت تهجرها ولا تعتني بها في يوم من الأيام استيقظ ضامرها وبغاية تمشي عند أمها باش تسامح معها فإذا بها تشهد الأم قد ماتت هناك وقع لها واحد نوع من الحزن والاكتئاب الشديد فأرادت أن تفعل شيء ليبقى مخلد في صحيفة أمها ففكرت أنها تجمع صحيباتها في ذكر وفاة أمها ويدكرنا المحاسن للعناية بالأمهات هذوك النساء اللي اجتمعوا معها كنا النساء مناضلات فبدأوا كي ينشروا هذه القيم للاحترام الأم والعناية بالأمومة ثم أكثر من ذلك بدأوا كي قدموا الهدايا وبطاقات الذكرى للأمهات والجدات ومن ثم تطورت الفكرة وعمموها في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت بوسائل الإعلام إلى أوروبا ثم إلى العالم بأسره ومن ثم جاءت المطالبة بيوم يسمى يوم عيد الأم يحتفل به عالميا ويوافق هذا اليوم الواحد والعشرين من مارس إذن إلكت الأم المتحدة اليوم تقنن أن هناك عيد عالمي اسمه عيد الأم رهل اللي وضعت البصمة ديالو هي وحدة أمريكية اسمتها أنا جيرفيسي هذه السيدة هي التي كانت عاقة لأمها واستطعت أن تخلق حدثا دوليا يحتفى به عالميا مجموعة من المفكرين والمربين الغربيين والأوروبيين القواب أنها الظاهرة منتشرة في العالم الغربي هناك البرود العاطفي الوالدين ما كيش عندهم واحد الاهتمام كبير الشاب والشابة من اللي كيكبرو يهجرون والديهم وأمهاتهم ومن ثم بدأوا كي يقولوا لابد أن نقوم بالرعاية الكاملة لأبائنا وأمهاتنا بسن هذا اليوم الذي اعترفت به الأمم المتحدة مجموعة من النصارى في الكنيسة الكاتوليكية والبروتستانتية في أوروبا وأمريكا القواب أن هذا الأمر قريب من دينهم لأن المسيحية ترتبط كثيرا بعيد الأم بكون أنهم يقومون بالصلاة لسيدة مريم العذراء كشفوا الصورة للسيدة مريم العذراء تحمل ابنها السيدة المسيح الصورة الخيالية فهي عندهم قريبة من قلوبهم دست وحد المدة قليلة جاءت وحد الأمريكية أخرى حتى هي كانت عاقة لأبيها ألقات بأنه توفي قبل ما تعتني به أتطل فيه فقالت لماذا هناك فقط عيد الأم لماذا لا يكون عندنا عيد الأب وطالبت أيضا بأن يكون عيد الأب يوم عالمي تحتفي به الأمم المتحدة لكن لحد ساعة هذه هي وقع في السينة لحد ساعة مازال قضية الله في أمريكا فقط هناك يحتفلون بعيد الأب أما باقي الدول لا تعترف بشيء اسمه عيد الأب احنا في المجتمعات العربية والإسلامية تعودنا أننا نتلقى بعض التقاليد والعادات والرياح التي تهب من المعسكر الشرقي والغربي ونعتنقها في حين أننا نحن المفروض نكون متقدمين احنا نرسل لهم القيم والمبادئ لأن المسلم مطالب بأن يختم القرآن على الأقل كل شهر وفي القرآن العظيم يمر على هذه المبادئ الكبرى قضية الأم قضية البيئة قضية المرأة قضية الطفولة قضية المعاقين قضية السلم العالمي كل هذه الأيام المحتفى بها عالميا مذكورة في القرآن العظيم فلسنا بحاجة أن نأخذها من الغرب بل نحن الأولى كنا مطالبين بأن نصدرها إليهم إليك الغرب يصدر إلينا التكنولوجيا الحديثة ويصدر إلينا الثورة الصناعية ويصدر إلينا المواد المصنعة فنحن على الأقل كان بنا أولى أن نصدر له هذه القيم الإسلامية الراقية مثلا ونحن نحتفى بإيد الأم اليوم حينما نفتح كتاب الله عز وجل كالقول وصايا كثير بالوالدين مثلا في قول الله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نتكرر في القرآن العظيم عبادة الله ثم الوالدين بل ربنا سبحانه وتعالى أصدر حكما قضائيا من فوق سبع سماوات وقال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا حكم قضائي من السماء وتم تخصيص الذكر بالأم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها لأن الأم تعبت في حمله ورضاعه وتربيته وقاست الكثير من ذلك بل من تعاليم الدينية الراقية التي حق لنا أن نفتخر بها كون أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فهذا الحديث ربما يمكن أن يكون سند للاحتفال العالمي بالأمومة وبالأبوة بيد أن الواقع دينا كالقوا ضواهر مخيفة ومقلقة في بعض العائلات كالقوا هناك داخل المجتمع المغربي العربي الأمازيغي الإسلامي كالقوا هناك أحيانا عدم الاكتراث بواقع الأمومة غند كوركسة قصيرة جدا 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 في تخلد لهذا الحدث اللي احنا اليوم نتكلم عليه وهو اليوم العالمي للمرأة قصة إنسانية واقعية واحد المرأة كانوا كيموت لها الوليدات كل ما ولت يوليد كيموت لها تلبط ربي الليلة بالنهار يا ربي خلي الحمل يتبت في قلبي وفي صدري وفي بطني وفعلا ربي عز وجل استجاب لها وعطاها واحد لوليد سمته عياد كان ديما تقول لي يا عياد يا عياد جاء بكر لي يا ربي نعمة من السماء فرحانة بيدك المرأة لم ترزق بولد غيره عياد ومرت الأيام وعياد من الكبر مع الأم ديالو تقول لي يا ولدي بغيت نشوف ولدتك بغيت نشوف ولدتك باش نفرح بيك لأن كل أم أعز ما عندها وهو الكبدة المعاودة ولدها وولد ولدها لكن عياد خيف ما بغيت زوج قال له يا أمي انت مرة كبيرة شكون هاد المرأة اللي تقبل تعيش معنا في بيت واحد ونعيش أسرة واحدة سعيدة راه اللي بنات هي بغوا دائما الاستقلالية اللي قلت لها معي أمي هتعيش معي في الدار خصى العناية والرعاية ما كتقبلش قتل غير حاول ولدي داس لأيام هو كيتأخر الأم كتمرد وحد اللحظة الأم فقدت بصرها أصبحت هذه الأم ضريرة مكفوفة فشق على عياد أنه يلقى سيزوجة تقبل تعايش معه ومع أمه في هاد الوضعية في الأخر دار تنازلات كبيرة وبغي يقلب لها شمية الناس تكون صبارة بغي يقلب وكيفتش حتى تلقى واحد الفتاة متواضعة بغت تزوج بغت تستر قال له لكن بشرط راه معي أمي وأمي مكفوفة نحن على قد الحال قال له مكفعين دست الأيام الأولى مرتاحة الشهر الأولى مرتاحة غير حملات وضعت ويتقل له إما أنا إما الأم ديالك وحده من الجوج ما يمكنش ليا نكون كنقوم بالرعاية ديالك والرعاية ديالطفل ديالك والأم فوق من راسي نتجتيني خدامة نتجتيني نجبتيني نخدم ونشقع مش يجتيني زوجة عياد كل يوم في صراع مع زوجته في الأخر يفكر فين غير يضعمه المنطقة اللي فيها عياد ما فيهاش دور الرعاية الاجتماعية دار المسلمين كي غير دير عياد خاد الأم دياله وقال لها راني غدين ديك الواحد المسم جاب الكارو وزها وتم غادي بها الواحد المنطقة حتى وصل الواحد الغابة حتى هو واحد طريق وتم وضعها غادي وكتعاود لهم ممينتو كتقول لي يا عياد من اللي كنت صغير كنتي كترغف وكضهري يا عياد من اللي كنت صغير كنتي كتلتاق ما التدي ما تبغي تحيد في أمك منها كتمصها كتتنشفها يا عياد كنتي كنتي وفرحان كتعاود ليه غادي بها هو المسم ولكن هو غادي يتخلص منها حتى وصلها الواحد المنطقة الطريقة بعيد الغابة وضعها في ديك المنطقة وعاد لحال سبيله الأم كتنتظر دابا يرجع ولدي عياد دابا يرجع ولدي عياد عياد ما رجعش بدأت كتسمع صوت الذئاب صوت الذئاب التاوي فبدأت الأم تحزن وتبكي وتصرخ تقول يا ابني يا فلدة كبدي يا نور عيني يا عياد أين أنت يا عياد ولا أحد يجيب هو وضعت مخلها بغي تخلص منها في الطريق ديالو قرب يوصل للخيمة انسى السوارد لقى بأن المفاتيح دي الباب رانساهم في المنطقة اللي خلفها الأم ديالو اللحظة اللي بغي يرجع يسترجع 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 المفاتيح يلقى الأم كتبكي يلقى الأم كترفع صوتها يا عياد في المشي تيودية فلدة كابيدية نور عيني تبكي وتصرخ بدل صوت ديالو قال لي لا لا اش كدري هنا يا قتلي راني كان بكي راولي عياد مشامل هنا كان سمع الصوت ديالو لعلها نهشته هذه الدئاب لعلها أكلته وكان سبكي كان بكي من أجل عياد عرف بأن المحبة ديالو هي أكبر من كل شيء ومن ثم غادي رجع الأم ديالو غايتلب نسمحها ويبوس الرأس ولدين والرجلين وغادي قل المرأة ديالو لا بد لن أتخلص من رعاية أمي ورجعت الأم إلى بيتي زوجها بيتي ابنها والزوجة راضيت بمضادة بهذا التجمع ولكن ما هي إلا أيام وأيام حتى توفيت تلك الأم وبقى عياد يوبخه ضميره أنه لم يعتني بأمه وحتى الزوجة ديالو وبخضها أميرها أنها لم تعتني بهذه الحمات التي رزقها الله تعالى هذه قصة حقيقية واقعية وقعت في إحدى البوادي ولعلها تتكرر في مجتمعنا في المدن في القرى في الأرياء في كل مكان كالقوا دائما الأم ربما كتبقى دائما معزولة حتى في مجتمعنا الإسلامي لعدنقية وتقاليد وعادات فوجبت تذكير بذلك سوف نفتح الخطوط ديالنا الهاتفية باش نسمع منكم مستمعي الأفاضل مشاكلكم ومعاناتكم اليومية خصوصا الوضع يدي للأم هواش ولادها من الكي كبروا ما زالك يسولوا فيها هواش بناتها كي يعتنوا بيها هواش يلبقى توحدها كتفضت مشي دور العجزة ولا يجيب ولا خادمة ولا الدخل وسط حفادي ديالها تعيش معهم آخر أيام عمرها قبل أن تلتحق بالرفيق الأعلى تحية كبيرة لكل الأمهات أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارهم ويجعل أوقاتهن بالذكر معمورة ويجعلهن من الصالحات اللهم أمين يا رب يا كريم شكراً لكي ترسى بصمارك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا